لحظة لحظة من فضلك أسألك بالله لا تعدي الفيديو هذا شهد الأخ أشقال من أجل تعرفوا أن مرض الغرغرينة هذا ما يرحم هذا الأخ علق في فيديو سابق نزلت فيه وصفه لعلاج الغرغرينة طبعا علاج الغرغرينة إلى حد الآن الطب لم يكتشف له أي علاج علاجه البتر إن كان في يدك يبترو يدك إن كان في أصابع رجلك يبترو رجلك فعلاج الغرغرينة زي ما قلت لكم بون بمقدار هذا الكوب اثنين كواب مثل هذا تحطوه في جرد الكبير تحموه وتطبخوه مثل الشاهي وتحطوه عليه ملعقة شب فؤاد مطحون وملعقة مره مطحونة ونصف ملعقة سكر نبات وتغلوه مثل ما الشاهي بالضبط لما نفور وتجيبوا جرد العاج تحطوا الماء فيه على أجل إذا كانت أطراف المريض في الرجل تحطوا رجله في الجرد لمدة ربع ساعة وتنظفوها ومن ثم نفس الوصفة هذه تخلطوها جافة وتحط بعد ما تخرجوا رجل المريض تفعلوا على الجروح حق الغرغرينة بنفس الوصفة هذه تذروا على الجروح وشاهدوا النتيجة خلال ثلاثة أيام بيبدأ المريض يتحسن وخلال عشرة أيام يشفى تماما وهذا الفيديو أمانه في ذمة كل شخص شاهده إنه ينشره لأن هذا العلاج بيضطروا الناس الأغنية يسافروا للهند وما معاهم إلا هذه الوصفة وبيتعالجوا بها وبيخسروا ملايين ملايين باليمني ومئات الآلف بالدولارات أما المساكين والمحتاجين بيتنبتر أطرافهم فهذا الفيديو أمانه في ذمتكم لا أشتي منكم لا متابعة ولا لايك ولا أي حاجة ولا أشتي منكم اكسبلور وتنشروا هذا الفيديو للناس أساء إن الله يكتب الشفاء للناس المرضى أجارنا الله وإياكم من هذا المرض سواء كانوا جيرانكم أو أصحابكم أو من أهلكم أو من أقاربكم وهذا الفيديو في ذمتكم وتحياتي لكم يا أحلى ناس اشتركوا في القناة